لماذا أغلب الأخبار السياسية تتحدث عن الدول إلا دولة عمان؟ هل توجد حماية غربية إعلامية أو ماذا؟ الأمر محير طبعاً سلطنة عمان هذه تابعة لبريطانيا في الهيمنة البريطانية هي محمية بريطانية طبعاً ولكن أيضاً هي لديها علاقات مع الجميع ما عندهاش مشاكل مع أي حد الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش أي مشكلة ولا قطيعة ولا طرد سفراء ولا تصريحات معادية حتى لما بيكون ضدهم أي تصريحات بيكونوا لينين يعني لما مسكوا الخلية التجسس الإماراتية عملوا إيه؟ ولا أي حاجة لم يقطعوا العلاقات ولم يفعلوا شيئاً بس قابوا الخبر في الإعلام فقط لغير فهم عندهم علاقات جيدة مع الجميع حتى مع إسرائيل مع أمريكا مع بريطانيا مع فرنسا مع روسيا مع كل الدول ما عندهم صفر مشاكل عندهم شيء اسمه صفر مشاكل فلذلك لا تجد أحد يركز عليهم يعني ما فيش تركيز كبير وأيضاً هم لا يدخلون في تحالفات ولا في أشياء لكن يميلون طبعاً إلى التحالف الإيراني الروسي يميلون بشكل كبير إلى إيران وروسيا وفي نفس الوقت سبحان الله تجد لهم علاقات مع إسرائيل وأمريكا هم ليس لديهم أي مشكلات مع أحد وعندهم هذا الشكل المتعلق بالسياسة الخارجية أدى أنه ما فيش حد بيهجم عليهم ولا حد بينتقدهم ولا حد بيتكلم عنهم ولا في وسائل إعلامية جلسة تتكلم عليهم بس هذا باختصارش جديد